بدأ التفاسير لسيدي عبدالله الصديق الغماري الحسني كنا بدأنا فيه مرتين مجلسين واليوم المجلس الثالث فيه بعد المقدمة ده رابع مجلس؟ آه ده رابع مجلس المجلس الرابع هيبدأ من صورة البقرة علشان يشير لبعض بدأ التفاسير المتعلقة بصورة البقرة وليس على سبيل الإحصاء لكن على سبيل النمازك علشان ترتب عقلك بعد ذلك فتعرف أثناء قراءتك في كتب التفاسير ما هو الذي يقبل وما هو الذي لا يقبل لأن اختلط في التفاسير كثير من الإسرائيليات وكثير أيضا من وجهات النظر السياسية للكاتب فبعض الناس كتبوا تفسير سياسي لأنه متأثر باتجاه سياسي معينة زي النواصب أيام بني أمية فاصطروا القرآن بما يصلح لبني أمية واخد بالك والعباسيين لما فصروا القرآن في عصر العباسي فاصطروا القرآن بطريقة تصلح لبني العباسي متأثرين سيد قطبي لما فصر القرآن بكتاب الزرار فاصطروا بطريقة تناسب فكر أبو الأعلى المودودة وجعل الحكمية ركن من أركان الإسلام وأنها من العقائد وليست من الفروة فهمت بقى إزاي؟ فكل إنسان في مفسر ساعات اتجاهه السياسي يؤثر على تفسيره فلازم تبقى أنت وأنت بتقرم صح صح وإلا حيجرك لزلاته وأخطائه وتقع فيها تفضل يا سيد من سورة البقرة قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إزا مخشري معتازلي والمعتزل من ضمن ما إيه؟ أصول مذهبهم أن الله لا يفعل الشر واجب فعل الأصلح على الله واجب عقلا إن ربنا يفلع الأصلح فإزاي يختم والختم ده ليس فعل الأصلح فعايز بقى يعبر عنها في التفسير بما يوافق عقيدة المعتزلة بوجوب فعل الأصلح على الله للعبد ووجوب عقلي كأن عقلهم أوجب على الله أشياء فقالوا إيه؟ ختم الله على قلوبهم ذكر الزمخشري في هذه الآية وجوها من التأويل تتضمن جميعها نفي إسناد الختم إلى الله حقيقة وإنما هو على سبيل التمثيل أو المجاز وأن الخاتم في الحقيقة هو الشيطان أو الكافر وليس اللي تعالى فعل في تجافي قلوبهم عن الحق ونبوها عن قبوله وهو تفسير اعتزالي لأنه أيم على مبدأ إيه؟ الوجوب ووجوب فعل الأصلح على الله فجعلوا الشيطان يفعل كأن بالضبط ما زابهم يقولوا إلى أن الشر له إله والخير له إله دي جعنا للإسنينية تاني إله الخير وإله الشر زي في اليونان وإله الجمال وإله القبح وإله إسنينية مع العقيدة اليونانية كتأيمة على الإسنينية فهمت لا إحنا بقى موحدين اللي خلق القبح واللي خلق الجمال اللي خلق الإيمان واللي خلق الكفر واللي خلق الموت والحياة واللي خلق كل شيء لا خلق سواه ولكن يظهر ما شاء من شر على أهل الشر ويظهر ما شاء من خير على أهل الخير فهمت إزاي فالإناء بما فيه ينضح فإن كان في هذا الإناء قبح ربنا يظهر القبح عليه ويخلقه على جوارحه وإن كان في هذا الإناء اللي هو القلب الخير والهداية يظهر الهداية والكمال والكمال عليه فهمت به إزاي ده مذب أهل السن لأن الفاعل هو الله في كل حال لكن هو على أي حال عايز يعني شوف جعل اللي بيختم الشيطان الله جعل الشيطان فعلي ومن الله حوله القتل الولاد دي راح يتفيد ايه او الكافر وليس اللي تعالى فعل في تجافي قلوبه معن الحق ونبوه عن قبوله وهو تفسير اعتزالي فيه اعتساف وانحراف عن مدلول اللفظ وادلة الكتاب والسنة متضافرة على اسناد الخطم والطبع إلى الله تعالى والاصل في الاسناد الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بوعست داعيا وليس الي من الهداية شيء يعني الهداية دي بيد الله لأن ربنا قاله انك لتهدي من احبكت ولكن الله يهدي من يشاء لكن وانك لتهدي إلى يعني ترشد إلى انما تخلق الهداية للخلق ده بفعل الله بوعست داعيا وليس الي من الهداية شيء وجعل الشيطان مزينا وليس له من الدلالة شيء والشيطان نفسه يقول يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وفاسترز مخشري دعوته بمجرد الوسوسة والتزيين وما أورده لتأييد تأويلات معارض مثله وليس غرضنا أن نقيض نفيض أن نفيض يعني نكسر في بيان المعارضة ووجول احتجاج ولكن غرضنا أن نقول تفسير وهذا من بضع التفسير لأنه تغيير لمعنى الآية وعدول عما يقتضي ظاهرها لتتمشى مع مذبه وعقداته واشاكده ما تقراش تفسير الزمخشاري وإن كان تفسير يعني لغوي عظيم من أفضل من تكلم على العجاز القرآني اللغوي هو الزمخشار في الكشار لكن في نفس الوقت دس السم في إيه في الدسم وحط عقدته في وسط لكنه كان علمه في اللغة كبيرة وعشان كده لا تقرأه إلا بتقييدات ابن المنير الإسكندراني عليه واخد بالك إزاي يسمى الإنصاف من الكشاف فما تجيبش الكشاف إلا وعلي قيود ابن المنير قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قال الزمخشاري أيضا ما هو مش عايز يسمى إيه الضلال لله لأن الإضلال ده فعل قبيح فإزاي ربنا يفعل القبيح على مذهبه يعني وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب لأنه لما ضرب المسل فضل به قوم واهتد به قوم تسبب لضلالهم وهدائهم وعن مالك ابن دينار رحمه الله تعالى أنه دخل على محبوس قد أخذ بمال عليه وقيدا فقال يا أبا يحيى أما ترى ما نحن فيه من القيود فرفع مالك رأسه فرأى سلة فقال لمن أدي السلة فقال لي فأمر بها تنزل فإذا دجاج وأخبص فقال مالك هذه وضعت القيود في رجلك يعني اللي سرأته في البتاع ده هي سبب وضع القيود يعني أنت اللي جبت لنفسك بهم انتهى قلت هذا التفسير على نمط سابق ومبني على مذهب المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله وقد أساء بذكره قصة السلة تنظيرا لله تعالى وله من هذه التفسير البدعية كثير ليس غرضنا استقصائها وإنما ذكرنا هذين المثالين ليستدل بهم على غير ده دلك مثالين يعني كده على أساس أنك تقرأ بقى في الزمخشري لإيه تاخد بالك من مثل هذه إيه الأمور قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين معنى الآية أن الله تعالى علم آدم أسماء المسميات كلها مثل جبل وشجر وبيت وإنسان يعني اللغة وقصعة إلى آخر من أجناس وأنواع يعني الملائكة كانت شايفة الخلق مخلوق لكن ما تعرفش أسماء الحاجة شايفة شجر بس ما تعرفش دي اسمها شجرة وشايفة حيوانات مخلوقة لكن ما تعرفش أن ده اسمه أسد وده اسمه دب وده اسمه نمر وده اسمه في إبتزاي يعني وشايفة جبال مخلوقة بس ما تعرفش أن ده اسمه جبل يعني كنت تعرف اللغة الملائكة بس بتسبح ربها وخلص ودعوه ودربها فلما خلق سيدنا آدم علمها الأسماء كلها يعني إيه؟ يعني مسميات الأشياء بلغتها المختلفة فقال للملائكة طب اخبروني أنتوا بأسماء الحاجات دي اللي أنتوا شايفينها بقلكوا سنين قبل ما يتاقي للآدم قالوا له سبحانك ما العلم فقال له أنبئهم يا آدم فقال لهم مسميات الأشياء بكل اللغات فهمت إزاي؟ دي شجرة وتريه ومش عارف إيه وإيه كل اللغات سبحان الله علمه كل اللغات وعلى شك كده ده دليل للقائلين على أن اللغات توقفية مخلوقة وأن الله خلق اللغة واخد بالك ويجعلها دلالة على الإيه؟ على الآس ومن بداع التفسير علمه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس بقى في بداع التفسير قال لك إيه؟ علموا الأسماء كلها يعني أسماء النبي طب ما أسماء النبي من ضمن الأسماء كلها وليه عايز تخلي بقى الأسماء كلها هي أسماء النبي بس فهمت؟ فدي عطب التقييد لما لا يقيد علموا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الأئمة من ولده آه اللي هو كلام تقالي رعوفدي بقى آه سأسماء النبي وأسماء سيدنا علي والأئمة الاثناشر اللي حييقوا من سلالة سيدنا الحسين بس سيدنا الحسن لأ ملوش سلالة أئمة ده عندهم الرعوفد جدا نقله الشريف المرتضى في أماليه والشريف المرتضى ده معروف أنه هو إيه؟ من الشيعة الإمامية وقال وفيه أحاديث مروية كلها أحاديث مكذوبة قلت المرتضى شيعي إمامي والإمامية يقولون بإمامة 12 من أهل البيت فكأن الله تعالى علم آدم أسماء 13 رجلاً بس ويقال فيه على هذا ما فائدة التأكيد بلفظ كلها والأحاديث التي أشر إلى المرتضى ساقطة لا تقوم بها حج تأخذ بالك منه قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتابة والفرقانة أي الجامع بين كونه كتاباً منزلاً وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل وهي التوراة ونحوه قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقانة وضياءً وذكرى أي الكتاب الجامع بين كونه فرقاناً وضياءً وذكرى فالنسق في الآتين لجمع الصفات كقولك رأيت الغيثة والليسة تريد الرجل الجامع بين الجود والجرأة رأيت الغيثة والليسة يعني الرجل الأسد الشجاع والغيث الذي يجود بكرمه على الناس كالمطر وقيل الكتاب التوراة والفرقان انفراق البحر لموسى يعني جعلوا الكتاب والفرقان الفرقان هو كل فرق كالتوراة الكلمة بعيدة أوه لكن في ناس ذكرها في التفسير فأحذر مثل هذه التفسير العجيب وقيل الفرقان الفرق بين الحلال والحرام أو الفرق بين موسى وأصحابه المؤمنين وبين فرعون وأصحابه الكافرين بإغراق هؤلاء وإن جاء أولئك وقيل البرهان الفارق بين الإيمان والكفر من العصى واليد وغيره كل دي بدع ومن بدع التفسير أن المرد بالفرقان القرآن الله إذ أتينا موسى القرآن طيب؟ ما تنفعش والتقدير وإذ أتينا موسى التوراة والإيمان بالقرآن لأن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالنبي يقعد بقى يلعبه في الحاجات علشان يؤولها لك التأويل البعيد لأن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبشرا ببعتته وفي هذا الوجه حسف لفظ الإيمان من غير دليل يدل عليه وحسف حرف الجر من الفرقان ونصبه بنزع الخافض وهو شاذ لا يقاس إلا في أن وأن لأن الفرقان هنا منصوب وقال لك منصوبة بنزع الخافض وهو حرف الجر يعني يعني الإيمان بالقرآن قال لك أن ده ما ينفعش إلا إيه شاذ إلا في أن وأن أو المرار للقرآن أيضا والتقدير وإذا أتينا موسى الكتاب وأتينا محمدا الفرقان فهو كقول الشاعر على فتوهة ابنا وماء باردة حتى غدت همالة عيناها على فتوهة ابنا ويعني وشربتها ماء بارد ما قالش وشربتها لأن الماء لا يسمى علف فعلفتها تبنا وماء باردة يعني المفروض علفتها تبنا وإيه وسقيتها ماء باردة باردة حتى غدت همالة عيناها أي وسقيتها ماء باردة فدل علفت على سقيت كما دل في الآية أتينا موسى على أتينا محمد وهذا ضعيف مردود لأن علفتها في معنى غذيتها فصح عطف ماء على تبنا لأنه مما يتغذبه والآية لا يصح فيها ذلك بحال وضعفه أبو بكر بن الإنباري من جهة أخرى فقال إن الاستشهاد بالبيت لا يجوز على هذا الوجه لأن البيت اكتفى فيه بذكر فعل عن ذكر فعل غيره والآية اكتفى فيها باسم دون اسم وتوضيح كلامه أن موضوع الكلام في البيت متحد وهو الناقة فجاز حسف الفعل لأن وحدة الموضوع دلت عليه والآية ليست كذلك إذ موضوع الكلام فيها متعدد فموسى المخبر عنه بإيتاء الكتاب غير محمد صلى الله عليه وسلم المخبر عنه بالفرقان فذلك لم يجوز حسفه قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه أي الذين عبدوا العجلة يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة إلها فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم من عبادته واختير لفظ بارئكم تنبيا على غباوتهم حيث تركوا عبادة الخالق إلى مخلوق فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم فأرسل الله عليهم سحابة سوداء لألا ينظر بعضهم بعضهم بعضا فيرحموا فقتل منهم نحو سبعين ألفا فتاب الله عليهم كما في بقية الآية وليس بكثير عليهم القتل لأنهم ارتدوا بعد إيمانهم وكفروا بعد ما شاهدوا من الآيات ما يخشع لها قلب الجحر العني ومن بدع التفاسير بقى في الكلام ده في الآية دي قول المرتضة فاقتلوا أنفسكم معنى اجتهدوا في التوبة مما أقدمتم عليه والندم على مفاد وإدخال المشاق الشديدة عليكم في ذلك حتى تكادوا أن تقتلوا أنفسكم وقد يسمى من فعل ما يقارب الشيء باسم فاعله وماذا بأهل اللغة في ذلك معروف مشهور يقولون ضرب فلان عبده حتى قتله وفلان قتله العشق وأخرج نفسه وأبطل روحه قلت هذا معنى مجازي والمجاز لا يدخل فيما يحكيه القرآن عن الأمم السابقة لما بيناه في سورة هول لأن الإخبار عن الأمم السابقة لابد أن يكون حقيقي مش مجازي وإلا يبقى فقد معناه الإخباري فهمت؟ والله تعالى أعلى وأعلم ونقف عند هذا الحد نكمل الجمعة بعد القادم إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علم